اشتركوا في القناة 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 اما دورة الععاب الأفريقية الشباب دورة الععاب الأفريقية الشاطئية فبتملكها الأنوكة او التحاد اللي جاني الأولمبية الأفريقية الدور اللي حدثك قلت عليه يمكن انا ذكرت من شوية ان احنا دورنا هو دور نمر واحد اقامة الدورات الكبرى بالتنسيق بعد العقد التاريخ اللي احنا عملناه في يناير اللي فات وشكرا لمصر والدبلوماسية المصرية الحقيقة انها قدرت انها تقف بهذه الوقفة القوية في ان احنا نقدر نعيد الحوار ما بين الاتحاد الأفريقي وما بين اتحاد اللي جاني اللي أمبية الأفريقية اللي كانت قطع لمدة 13 سنة وده معنا انت بتعيد الحوار مع أفريقيا كلها بالزبط كده بقوة نعمة بالرياضة وبشكل معين وفي الفترة اللي فاتت كنت مفسقرين هذا الشكل بالزبط كده ويمكن ده جيف وقت جميل جدا جدا وهو الوقت اللي بيحاول ساتريس سيسي انه هو يعيد أفريقيا لأحضان مصر من خلال حاجات كتير حصلت في الفترة اللي فاتت والخطة مستمرة والتخطيط موجود مستمر والرؤية في ان احنا نرجع أفريقيا الينا ونعود الى أفريقيا بشكلة أو بآخر بيبقى من خلال وسائل كتير تم منها جزء كبير على المستوى العام لكن زي ما حضرتك قلت كده بالزبط للسادة للمشاهدين لكتير بينك بونج بتاع الصين وأمريكا وغيرها من أخيرا كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية في دورة العلعاب الأولمبية الماضية طبعا فيعني أقصد أقول ان الرياضة قوة سياسية نعمة يجب ان يتم الاستفادة منها وده اللي احنا بنعمله دلوقتي الحقيقة أنا بشكر الوزير الشاب الدكتور فشف صبحي لأنه الحقيقة جي منفتح جدا 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 معنا عنده فكرة وعنده تحضير وقيده في المطبخ بالزبط بالزبط وفي نفس الوقت اللي فيه كان في الفترة اللي فاتت ما عرفش ليه كان مهمة للملف الرياضي الأفريقي يعني سبب أو لآخر ما عرفوش يمكن السيد الوزير السابق الوزير خالد عبدالعزيز هو اللي كان عارفه إنما محدش آخر كان عارفه إنما لما جيه سيد الوزير أشرف ودي الحقيقة الصورة اللي قدامنا دي هي لقاء مع السيدة مفاوضة الشؤوني الاجتماعية بالتحاد الأفريقي المسؤول تحتها الرياضة واللي كانت في زيارة لمعالي الوزير أثناء تواجدها وهي تغادر النهاردة بالليل الحقيقة من مصر أنا حب أكون واضح شواء ربما يكون فيه مسؤول في مكانه مش مدي ملف أولوية معانا وفيه مسؤول تاني شايفه بالنظرة تانية ده ممكن بيحصل والله أنا ما عرفش الحقيقة لأن أنا ما كنتش في المحك ده إنما أنا ما فهمتش السياسة يعني هل الطلب من حضرتك حاجة أنت حرق طلبت حاجة معينة علشان العلاقات المحترمة وعشان تأثير العلاقات ما شفتهاش مشت بالشكل اللي أنت بتعيزها خالص كان الموضوع يعني لما نشوف أنا صفحة وطويتها إنما اللي أنا بتكلم عليه دلوقتي أن هناك وزير شاب واعي ابتدأ أول ما جيه قعد معانا وقال لنا أفريقيا دي نعمل فيها إيه الرؤساء الاتحادات اللي عندنا عندنا كم جبير من الرؤساء الاتحادات طبعا ساعتاشر رئيس اتحاد أفريقي من ستين اتحاد أفريقي موجود يعني حاجة بتكلم على تلت القرى الأفريقية موجود عندك والبقاء فيه تواجد داخل الاتحادات أيضا طبعا بايدا عن المنصب الرئاسي طبعا بايدا عن المنصب الرئاسي عندك نائب عندك أمين عام أمين صندوق إجمال عدد المصريين في الاتحادات الأفريقية تلاتة واربعين من بتكلم على ستين اتحاد فتلاتة واربعين إزاي ما تقدرش تستفيد منها هو ده الوزير الشاب المحترم الجديد دكتور أشرف صبحي قعد معنا وحطنا سياسة وقدرنا نعرف يبقى السياسة والسياسة اللي جاي علشان يبقى لينا دور في أفريقيا أكبر كده لأن مصر طول عمرها دورها في أفريقيا كبير وخاصة في رياضة بشكل عام خلينا ناخد من كلمة حضرتك الأولانية لما سألتني قلتلي إيه الدور احنا طبعا ده في الاجتماع الأخير اللي بنشوفه ده كان اجتماع الجامعية العمومية الأخير اللي تم في القاهرة الحمد لله وحضروا كل الاتحادات الأفريقية الرياضية اتكلمنا فيه على حاجات مهمة جدا 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 وهو دورنا الرئيسي احنا دورنا الرئيسي ليس فقط الرياضة دورنا الرئيسي هو الرياضة والمسئولية الاجتماعية تجاه أفريقيا وكيف أن نستخدم الرياضة كوسيلة من الوسائل ل تنمية علاقات وتعزيز علاقات طبعا وتنمية الفرد وقدراته وتخفيف من الأعباء الاجتماعية الموجودة بشكل أو بآخر بإدماج الشباب في الرياضة وكيفية إدماجهم بشكل صحيح بشكل تطويري وكيفية استفادتهم منها وكيفية تنمية عقلهم على المستويات المختلفة وزي ما حضرتك بتشوف هناك عديد يعني اللي جنبي قاعد جنبي ده النائب الأول اللي هو مبانك داناي ده وزير الشباب والرياضة السنغالي وفي نفس الوقت اللي فيه هو النائب الأول للأوكسا أو الاتحادية كونفدرات الرياضية الأفريقية ورئيس الاتحاد الأفريقي للسلاح الحقيقة عايزة أقول أن الكم اللي موجود من الأهداف اللي احنا حطينها كاتحادية بالتنسيق طبعا مع كل السادة رؤوساء الاتحادات تحياتك بتشوفهم ومش عايزة أنسعد منهم يعني لأنهم يعني حاجة جليلة وواضح أن فيه حرص على الحضور يعني طبعا وواضح أن فيه حرص شديد جدا على الحضور طبعا الحمد لله والحمد لله مش مصريين بس إنما كل السادة أعضاء الجماعية العمومية كانوا موجودين سواء كان من الدول الأخرى أو من عندنا والحمد لله رب العالمين إحنا ماشيين في خطة طموحة وكويسة مع وزارة الشباب والرياضة فيه بروتكول ما بين الأوكسا وما بين وزارة الشباب والرياضة المصرية فيه مش بس مقتصر على الرياضة إنما على الشباب وعلى الرياضة تم اللقاء اللي ما بين معالي الوزير أرشف صبحي مع السيدة المفاوضة الوزيرة أميرة الفاضل كان بخصوص أن احنا إزاي نقدر نخدم الشباب الأفريقي وخصوصا أن مصر ستتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي السياسي 2019 يعني سيدة الرئيس سيبقى رئيس الاتحاد الأفريقي السياسي اعتبارا من 2019 ألاو على أن مصر قريدي في اتفاقية الترويكا الأفريقية من 2018 ل2020 فكل ده بيخدم على الرؤية الرئيسية لمصر في كيفية احتضان أفريقيا في داخلية وهنا الرياضة بتلعب الدور الكبير لحضرتك طبعا الدور الكبير والدور المميز يمكن فيه طفرة في الألعاب الأفريقية بشكل عام ودايما فيه النظر أفريقيا اختلفت يعني النظر أفريقيا خالفت النهاردة أفريقيا خلاص حتى رجليها في مقدمة الرياضة في كل الألعاب الطفرة دي هل ممكن يحصل نوع من المعسكرات المشتركة من التبادل المشترك امتى بنشوف مصر هتنظم البطرابة الكبيرة اللي وحشتنا استضافتها على الأراضي المصرية والله فنم ده بيتم بس بيتم على اسلوب الاتحادات كل الاتحاد لوحده اتفقنا استادة رؤساء الاتحادات واتفقنا مع السيد الوزير نحن هنعمل أجندة أفريقية رياضية تكون موجودة في مصر بشكل أو بآخر بحيث أن هي يبقى ملقع عليها الضوء لأن فيه فعلا فعاليات كتير أفريقية بتتم في خلال الفترات اللي فاتت ولكنها غير ملقي عليها الضوء نظرا لسبب أو لآخر برضو ما نعرفوش لكن النهاردة الأمور بقت واضحة جدا جدا احنا بنعمل ايه سيد الوزير حصل ان احنا قعدنا في جلسة في لجنة الشؤون الأفريقية وده كان بعد توالي سيد الوزير بمدة اسبوع وتمت مواجهة سيد الوزير بما تم من اتفاقات من قبل أو وعود من قبل من وزارة شباب رياضة وللأسف لم تنفذ وقعد سيادته بأن هي سيتم تنفيذها الله تم أيضا التنسيق مع وزارة الخارجية اللي بشكرها الحقيقة جدا جدا على تشريفها لنا وعلى أن هي قدرت أنها تشرفنا في كل المحافل وبتدعمنا في كل المحافل اللي بنشتغل فيها سواء كان على مستوى الاتحادات الأفريقية أو البعثات بتاعتنا الأفريقية اللي بتسافر أو البطولات الأفريقية اللي بتتم في دول أو لمقرنا اللي موجود في الكاميرون في يا ويندي يعني أصد أقول هناك تنسيق قوي جدا والحمد لله رب العالمين تنسيق محترم هنتكلم فيه ولكن معنا على الهاتف واحد من الوجوهر المصرية صحاب القوى النعمة لمكانته الأفريقية ومكانته المصرية الأستاذ سيف حامد رئيس الاتحاد الأفريقي للهوكي تحيات الحضرات قابل خطيب وتحيات اللواء أحمد ناصر أهباش إزايك حبيبي إزاي حضراتك ربنا خلي حضراتك وحشنا باللواء اللي بشرفنا مطور أبت من ذلك عفو فنم البركة فيكو الله يخليك دايما بنتكلم على وجود شخصيات مصرية بارزم رياضة المصرية بتتبوأ مقاعد على مستوى القارة وبنتكلم على القوى النعمة لرياضة بوجود حضرتك على مقعد رئيس الاتحاد الأفريقي للهوكي وأعتقد أن دي حاجة مهمة جدا وأعتقد دي بتساهم بشكل كبير جدا في الفكر اللي اتأخرنا فيه شوية والآن نحن على مقربة كبيرة جدا لاستعادة ما افتقدناه في القارة الأفريقية وخاصة من خلال قوى نعمة ومحترمة وشخصيات مصرية مؤسرة في الرياضة الأفريقية الحمد لله كابتن نهاب أننا النهاردة كلنا قريبين من بعض كرساءات إحداث أفريقية أو كأكسا أو اللجنة أولمبية المصرية لأننا كلنا حطين هدف معين أننا لازم نرجع مصر لأفريقيا وترجع لمكانتها المصرية والحقيقة نحن لا نتأخرش خالص على أي حاجة بالنسبة لأفريقيا حتى اللي هو أحمد ناصر نحن بديله كارت بلانش نتكلم بإثمنا في أي حتة وعلى طول من دعمه اللي حصل مثلا في البطولة اللي في الجزائر الجزائر أساسا ما فهاش هوكي للشباب اللي استخلصها نعملنا فيها هوكي ودعمنا الهوكي في الجزائر وكان فيه في البطولة 11 واحد مصري في نجدحهم دور بطولة الهوكي في دورة اللعب الأفريقية اللي هو أحمد ناصر كان موجود في أسيوبيا وكان قاعد على شك يتكلم مع سيد وزير للشباب هناك وانت عارفين طبعا نقطنا بأسيوبيا ونشرب مياه واحدة وكلمهم وكلاني أكلم الوزير على أساس ان احنا نعمل أوكي ونعمل لهم ملعب في أسيوبيا ونبعط لهم أدوات ونبعط لهم مدربين وخصائيين فالحقيقة احنا حطين خطة وضي حلوة وممتازة لكن ما بنحسش بيها ما بنسمعهاش ما عليهاش الضوء المطلوب لغا من فيه مجهود يعني فيه مجهود وفيه شغل والله فيه مجهود وفيه مصروف كبير جدا ومجهود جبار بس الإعلام متحيس سويا لبعض الرياضات أو الرياضات ده مظبوط ولكن عندما تصل الأمور للإعلام ما بيأسرش لأن خلاص النهاردة أصبح فيه وعي إعلامي أنا من أسعد الناس أن قناة الأهلي النهاردة جايبة بعيد خالص عن كورة القدم والبطولات الكبيرة اللي بيحققنا في الأهل لأن فعلا حاجة زي الأكتور زي الأحداث الأفريقية ورأس أهلي موجودين في مصر لازم بتحط عليها سبوتلايت اللي بتحط عليها النور شوية عشان نستعرف إن إحنا بنعمل إيه فيه ناس فكرة إن إحنا بنتفسح في أفريقيا أفريقيا للحقيقة للأسف الشديد مش بلاد عطفية إن إنت تروح سبوتا إحنا بنتعذب فيها إنما بنحاول نعمل سعجل قلنا نقول طبعا أصحية هي يعني يعني قررتنا وهي دي ظروفها وحتى لما بيكون موجودين في بعثات وبنسافر يعني يعني هم بيزعلوا على فكرة ساعات لما بنتكلمون عندهم بعض الأمور الصعبة لكن بالعكس هو دواقع وأعتقد أن الكل بيساعد لكن برضو عايزين نتكلم على الواقع الداخلي شوية والهوكي داخل مصر وظروفه وأحيانا كتير جدا ما فيه تلابس حوالين يعني فرق معينة ما بتاخدش الدعم بتاعها وإننا بعيد شوية يعني تزويد قاعدة الممارسة شوية والمنافسة في الهوكي هباشا أنا حدي لك مثل بسيط فضل ملعب الهوكي الأساسي في مصر لأستاذ القاهرة غير صالح للإستخدام آدمي بقى له عشرة لا نعيد 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 تاني الجملة دي ما عليش نعيد تاني الجملة دي أستاذ الحوكي الأساسي الرئيسي في القاهرة داخل أي أستاذ أرضية الملعب غير صالحة للإستخدام الآدمي بقى لها عشرة هذه السجادة تحط في الأستاذ سنة 98 مكتاسة تتغير سنة 98 حتى نعرض أستاذ مخلية مصر ما تقدرش تستطيع بطولات ما تقدرش تدرب رئيسها كوي ما تقدرش تدرب ناشئينها كوي القاهرة ده هي الرئة الأساسية للتنفس في مصر وبالتالي في أفريقيا مخلية الرياضة لجنوب أفريقيا كابتن كابتن سفل معايا رئيس الاتحاد الأفريقي ومعايا رئيس الأوكس قاعد قدامي أقدر أسألهم من المسؤول المسؤول عن هيئة أستاذ لا اللي مسؤول عن الموقف أنا مش أجيب للرجل اللي موجود دلوقتي وأقول له أنت اللي مسؤول دلوقتي لا اللي مسؤول عن يعني ماذا قدمنا وليه معرضناش المشكلة دي اللي بقالها عشر سنين يعني يعني أول تقدمت في خلال عشر سنين طلبات كتير للبزارة علشان لجد سجادة الملعب لكام وزير حضرتك قدمت عادي يعني من غير ذكر بخمس وزراء ولا وزير اتحرك ولا وزير لسه بقى ما قدمناش للدكتور الوزير الشاب الجميل لسه حنقدم له هذا الطلب ونكنت لسه نهاردة في اجتماع في الاتحاد المصري مطالبت يا ريت أنا بستأذن حضرتك وانت بتقدمها لدكتور أشرف صبحي ترفق له ليها صور الطلبات اللي فاتت بجد والله والله بجد الله يفيد ان شاء الله لا كمان يا أحب الفترة دي تم تركيب مجيل صناعي في ملاعب كتيرة جدا لكرة القدم على مستوى جمهورية مصر طبعا مراكز السباب ونحن نعزين ملاعب واحد وانا بقى عايزة اقول ايه هنا نزود هنا ونزود هنا ما ناخدش من هنا نحط هنا يعني يعني لما نزود في حاجة كويس برضو بدل ما ناخد هنا لكن من حق الألعاب التانية برضو انها يتعملها المساحات يعني لما شركة أو جهة تعمل ألف ملعب كورة اقوله طبعا وركبلي على حسابك انت يا عم ملعب هوك كويس يعني ينبقى ملعب هوكي صالة مصارعة بصات للعبة معينة لا ما هو لازم كله مع كله لازم كله مع كل الحية طب لو حالك تحب تقول حاجة اللي هو أحمد ناصر وعشان ايه احنا روحنا في حتة كده يعني تفضل اللي زياني في المية تفضل احنا يعني قلبا وقلبا مع حضرتك الله حنقف قاعدتنا في في ظهر حضرتك ومع الأكس في لنحنا نزعد المغرب في عمل البنية تحتها في الألعاب اللي هي مش موجودة عندها امكانيات ونبعث لهم الدعم ونبعث لهم مدربين وأدوات لشان نرفع من مستواهم حتى يكون تمثيلهم مشرف أمه كمان في البطولة الألعاب الأفريقية اللي جاية إن شاء الله وانا حب أشكر حضرتك قدام جمهور الأهلي كله على اللي حضرتك بتعمله مع الوكسة وجمهور مصر كمان مش جمهور الأهلي بس عشان بس ايهاب به ما يقولش بس الجمهور الأهلي متفرج عليه والوطن العرب طبعا وانا ومناسبة قناة الأهلي فضل يا فادي أنا في دورة قد عضو لجنة اللجنة الأولوجبية لما كنا نحضر ألاف إسكندرية لإستضافة ألعاب البحر المتوسط اللي راحت ترجونا فكان معنا من الناس اللي كانت جميلة معنا في هذه اللجنة كان الأخ العزيز الأستاذ خالد بخير وكان في عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وقلت له بسم أنت خالد لو الهوكي رجع في الأهلي لو الهوكي رجع في الأهلي لأنه كان موجود وتلغز تبعا وستين ونحطه في الشيخ زايد إن شاء الله هكون كفيل بأن أنا أعمل ملعب للنادي الأهلي إن شاء الله لو رجع الهوكي دي الهوكي هيحصل فيه تفرش كبيرة وفيه لعبين كتير جدا هتروح له وإن شاء الله لو ده يعني لو عملنا هذه الخطوة هتكون نهضة جبارة للهوكي شكرا لأستاذ سيف حمد رئيس الاتحاد الأفريقي لوك شكرا لأحضرتك مدخلة مهمة طبعا خدتنا في أبعاد كتير جدا لكن عندنا من القدرات إننا بوجودنا في المقاعد الدولية الكبيرة والقرية إننا بنشوف بنتكلم في أسيوبنا بنتكلم في المغرب بنتكلم وإحنا عندنا جوه البيت في بعض الحاجات كده اللي ممكن برضو نتعامل فيها لإصدافة البطولات بص يا أستاذ إيهاب أنت ترتيب البيت من جوه دول زميلنا رؤساء الاتحادات مش معنا أن أنا بقى رئيس الاتحاد الأفريقي لازم أبقى رئيس الاتحاد مصري يعني المثل مثلا الأستاذ سيف حامد رئيس الاتحاد الأفريقي للهوكي ويبقى عليك حرج لما تيجي توضف في بلدك أكتر يقولك يعني أنت المفروض تراعي هنا وهنا وده برضو في الحزبين تمام ده جزء الجزء الثاني عايز أقول أن الدور اللي بيلعبه السادة رؤساء الاتحادات الأفريقية في الألعاب المختلفة دور كبير بمعنى زي ما تفضل كده أخونا الأستاذ السيف حامد وقال الجزائر بننالها اللعبة كلها من أولها للأخيرة بالتفاهم مع الإخوة والأشقاء من الجزائر سيد وزير الشباب رياضة أو السيد رئيس اللجنة الأولمبية السيد مصطفى بيراف أو السيد محمد حطاب رئيس وزير الشباب برياضة هناك الحقيقة الأمور كانت يسرة جدا وسالسة بأن الهوكي عمل دور كبير جدا 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 أنه أدخل اللعبة عمل فريق في خلال ستة شهر والفريق نافس مع بقية الفرق في دورة الععاب الأفريقية هي دي الليجاسي أو هو ده الأثر اللي احنا بنسيبه طيب ده جزء جزء الثاني تعال على الكرة الطائرة وحكلم على واحد أهلاوي الدكتور عمري علواني الدكتور عمري علواني رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة رأى حرواندا عمل لهم صالة شوف ده تأثيره شكله إيه وصالة وإمدادات وكور ودوري يعني أصد أقول أثر فيهم تأثير فعال ورئيسي الأخونا اللعبة غير أولمبية الأستاذ محمد أماح رئيس الاتحاد الأفريقي للبلياردو لمجرد أن احنا قلنا له عشان نعمل لعبة البلياردو في الحتة الفرانية هتعمل إيه الحدي ترابيزات وحبعد كوتشات وحعلم مش عارف إيه وحناخد الكلام ده على حسابنا كلام ده كله بتسيب أثر في الدولة اللي انت بتعمل فيها الكلام ده فاحنا بنأثر من خلال ده كمجموعة وده اللي بيحصل دلوقتي بالتنسيق ما بيننا وما بين وزارة الشباب والرياضة مع الدكتور أشرف صبحي ومع أنه خلق جزء خاص بأفريقيا والعرب في الوزارة دلوقتي بيتعامل في هذا الموضوع علشان ميقن مدى الأهمية ورؤية مصر المحور ده مهم أول لأن أكيد أجندة التعامل بينكم وبين وزير الشباب والرياضة هتبقى يعني فيها عدة نقاط مهمة جدا جدا خاصة ونحن بنتكلم عن الاستعادة الأفريقية صحيح صحيح وبرضو مش عايزة أنكر الحقيقة دور اللجنة الأولمبية المصرية لما كان فيه هناك جزء من المقاومة في وجود الاتحاد الاتحادات الأفريقية اللجنة الأولمبية وقفت معنا المهندس الشامحطب والحقيقة إدانا مقر موجود دلوقتي وزارة شباب ورياضة بتقنن لنا هذا المقر مع اللجنة الأولمبية أنا بسكر المهندس الشامحطب ومجلس إدارته الحقيقة لجنة الأولمبية المصرية على اللي عملوه وأنا مش بتاع إطراء يعني أعتقد حضرتك عريفني الناس عارفيني أنا لا بتري على حد والحمد لله لا أريد منكم جزاء ولا شكور أنا بعمل ده للبلد ولا أنا بدور على مصالح ولا أنا بدور على مناصب ولا أنا عايز حاجة من دي خالص الحمد لله رب العالمين أنا بنعمل لبلدنا لأن احنا متربين في مؤسسة محترمة المؤسسة العسكرية علمتنا على الولاء والانتماء للبلد وعلمتنا على أن احنا في أي موقع أي مكان لازم نخدم فيه إنما الشغل الجماعي هو ده الشغل المطلوب طبعا عشان كده احنا بنوحد ده وبرضو سعيد جدا 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 بأن يكون هناك فتحت قنوات التواصل مع وزارة شباب ورياضة قنوات التواصل كانت مفتوحة مع اللجنة الأولمبية فعايز أقول أن الرياضة في مصر هي دي قدارتها اللجنة الأولمبية وزارة الشباب ورياضة إذن ليس هناك تقصير من البلد على أن تحتضم أفريقيا من صورة الأبسل الحديث بيمتد لترتيب البيت والدولاب من جوة الدولاب الرياضة إذا كان بدأ بقصة قانون رياضة وإذا كان في بعض الأمور لسه محتاجة لتعديلات ويبكن المعارقة اللي بتظهر في الفترة اللي فاتت تعالى قصة الاتحادات والدحكيم الرياضي والبعض اللي عليه كلام بتشوف الموضوع ده إزاي سوزق هاب أنا عايز أسألك سؤال معلش خلينا أنا أخد الدور الثاني بقى فضل الدور الأول لا لا العفو الدور الثاني ألا وهو أما أنا حط نفسي في موقف زي ده لازم أسأل هل لما أعمل قانون هيجي بالكل استحالة طبعا لازم حيبقى فيه مؤيدة معارض واحد اتنين هل فيه قانون أنزل ما فيش حاجة يسمعه قانون أنزل قانون لما بيتغير بعد هذا العمر من قانون سبعة وسبعين سنة خمسة وسبعين يتغير بعدها النهاردة في سنة تلاتة والتمانية أعفوا أنا في سنة كام في الفين وطمانتاشر سنة اللي فاتك الفين وطمانتاشر يتغير في الفين وسبعتاشر يعني عايز أقول يجب أن يكون هناك أخطاء ولكن تدارك الأخطاء دي هو ده الأساس يعني لازم يتعمل عليه الصح لأنه لازم من خلال الممارسة هيكون فيه أخطاء لكن عايزين نقول للحاجة التانية هل تصلف أعضاء البرلمان وقالوا لا مش هنغير ما حصلش هل اللجنة الولمبية تصلفت وقالت لا مش هنغير ما حصلش هل الممارسين طلعوا حاجة جماعية تدى مع بعض وقعدنا مع بعض وعملنا ندوة وقلنا يا جماعة إحنا إيه اللي مختلف هنا ويجب أننا عايزين نقترحه للتغيير للأحسن والأخر مين هاخد قانون معاه ما هو اللي موجود ده موجود مثلا لو موجود أربع سنين لو لجنة الولمبية رئيس موجود أربع سنين ولو نجح أن يكون إن شاء الله رئيس لجنة الولمبية اللي جاي مثلا هيقض أربع سنين كمان أو أربع سنين طب إنما ليه وقته حيمشي مزبوط إذن هو بيعمل لمين ما بيعملش النفسه بيعمل للبلد إذن إحنا لازم ندور على دي إنما إحنا فيه لازم حضرتك عارف بصفة مستديمة لازم يطلع لك حد يقول لك أكيد لا فيه غلط فيه ناس كده فيه ناس إني أعترض إني أعترض بس من غير أي سبب وضط مش هكمل لغير كده إني أعترض وعجلة رياضة مستمرة والاستعارات ليه توكيو عشرين عشرين وفوسة الاستعارات دي دايما كل فترة بتشوف مشاكل الألعاب فردية والألعاب الفردية هي الألعاب الأقدر ليه حصد المدليات في الفترة اللي فاتت تشوف كم من اللعبين يسعى للتجنيس وكم من اللعبين يشكوا التجاهل وكم من اللعبين بيتكلم في خلافات تحس إنها مش موجودة غير في المجتمع الرياضي المصري فهل عندنا بعض الآفات اللي لازم نتخلص منها علشان نلحق نواكب وندخل ونكون عندنا استعداد بدر وإن كان كلامي ده متأخر على استعداد توكيو ولكن هل ممكن تكون فيه بدايات حقيقية علشان نتواكب في هذا الأمر السيد باب اسمحلي بس أصحح حتة مفهوم صغير كده لو سمحتيني إن أنا أقول أصحح مفيش حاجة اسمها إن أنا مصر بس اللي فيها هذا الموضوع مفيش حتة في العالم مفيش هذا الموضوع ده وضع طبيعي لكن كيفية التغلب عليه أصد لم ييجي مثلا ليبي يقول لك السنة استبعدوني عشان واحد وأنا راح أتجنس وأنا وأنا مثلا في لعبة المصارعة يعني يعني وإن كنا نرى إن الشفافية مطلوبة وإن أكيد اختيار ولدنا من الأبطال ده في نزاهة تامة بس لما يطلع العيب يتكلم في الحتة دي لازم نفعل ده بص يا فاند من منظومة الرياضية أنا طول عمري كرجل لعيب كنت ملتزم لو أنا اخترني الكوتش يبقى أنا أهل في هذه البطولة أنا أخش ما اخترنيش الكوتش يبقى أنا مش أهل لهذه البطولة أنا أخش إنما بقى ما راييش عائلتي ويروحوا يشتكوني ويشتكلوا زال شابه ويشتكلوا اللي مش عارف مين ويكتبوا في الجرائد وده صاحبه فلان يقوم مطلعه وده صاحبه علان يقوم مطلعه ما بقتش رياضة أنا بقول يعني طول عمري لما بمسك منصب رياضي بجيب الناس بجيب الأهالي وعود معهم بجيب اللعيب وعود معهم بجيب المداربين وعود معهم بجيب الاصطاف والزملاء اللي بنشتغلوا مع بعض وعود معهم ونتفق على سياسة عامة عدم التدخل في سياسة الجهاز الفني والإداري بأي شكل مكان ده يعني يقولوا عليه استغفر الله العظيم يا رب زي الصراط المستقيم لازم تمشي عليه بالزبط عشان تنجح عشان تنجح والأمثلة كتير جدا جدا وبتضرب كتير جدا ده واحد اتنين المنظومة الرياضية لحدك كلمت عليها دي كبيرة بمعنى ايه بمعنى ان مسئولية الاتحاد بتنصب بعدها مسئولية اللجنة الأولمبية وتخرج منها مسئولية الاتحادات الأفريقية وتخرج منها مسئولية الاتحادات الدولية وتخرج منها اللجنة الأولمبية الدولية اللي بتنظم دورات الألعاب الأولمبية ويخرج منها بطولات العالم في حالة تنظيم بطولات عالم وليس في ألعاب أولمبية قادي المنظومة النهاردة احنا طب انا دوري ايه بقى في دورة الألعاب الأولمبية اللي جاية الاتحادات الأفريقية عندها لعيبة potential promising من الممكن انهم حققوا مديليات اقوم انا جاية عاملي بقى هنعملوا ده مع الأنوكة ان شاء الله في الربع الاولاني من السنة الجاية وده التخطيط اللي احنا المفروض دورنا فيه احنا كفنيين بندور على التدريب على المرتفعات يجب ان يكون هناك فيه سمينار للمدربين للعيبة الواعدين اللي هيخشوا ان شاء الله احتمال يجيبوا مديليات في الدورات الأولمبية الطب الرياضي النيوتريشن او التغذية والكوردنيشن التنسيق ما بين بعضهم وبعض والامثلة اللي تمت على كتر جميل طيب ده هنجيبوا منين بقى هنجيبوا من اللي سبقونا في هذه الخبرة سواء كان على مستوى امريكا على مستوى اوروبا على مستوى الشرق الاقصى الناس دول قريدي احنا حطين ايدنا عليهم التنسيق ده بيتم ما بيننا وما بين الاتحادات الافريقية واللجان الاولمبية الافريقية اللي بتسعى انها تعمل كده طيب اللجان الاولمبية الافريقية تبعة لللجنة الاولمبية الدولية هل رصد حاجة للموضوع ده رصد مليون دولار علشان اللعيبة المحتمل ان هم يحققوا هذه الميداليات طيب هيعملوا ايه هيعملوا معانا كفنيين واحنا هنجيب الناس الخبرة ونعمل هذا المؤتمر الكبير ويبتدي استفيد منه هذه المجموعة هل سنقتصر على كده لا هنعمل حتة التنسيق اللي ما بيننا وما بين المعسكرات الاوروبية والمعسكرات للشرق الاقصى والمعسكرات في امريكا لولادنا الافرقة اللي موعودين ان هم ان شاء الله باذن الله يحققوا مستوى اذا مش الدولة بس اللي بتفكر احنا كمان كاتحادات افريقية لو ده دور مهم جدا ومجموعة اتحادات طبعا مجموعة اتحادات افريقية بالتنسيق معهم لان طبعا حدث تعالى ان عدد من الاتحادات ما عنداش القدرات المالية انها تعمل ده بالزبط كده بالزبط فاحنا بنحاول نعمل ده بالتنسيق مع الانوكا اللي واخده جزء من اللجنة الاولمبية الدولية عشان هذا القصة بالذات واحنا كفنيين بننفذهم معهم والاتحادات واللجان الاولمبية والحكومات بتبقى مع بعض في هارموني او تناسق او توافق ما بينها وبين بعض من اجل مصلحة الرياضة في افريقيا والقدرة على اظهار الافرقة فانت شايف حضرتك الافرقة عاملين ايه فكور هذي الفريق اللي فاز بطولة الكاس العالم اللي فاتت فرنسا بسميته قدير طبعا شوف ببقية الالعاب بقى مش كده بس شوف ببقية الالعاب الافرقة عاملين ايه لا هو انا يعني مثلا كمثال على الفرق اللي كانت موجودة في المربع الزهب اذا كنا نتكلم في فرنسا تسعة جنسيات في بلجيكا سبعتاشر جنسية يعني خلاص برضو الرياضة هي وخلي بالحركة الرياضة المكان هو حد اللي بتجمع فيه كله بتجمع فيه بدون انتماء عرقي ولا ديني ولا السياسي ده حاجة لوحدها هي محافظة على حد عشان كده انا هاخد منك تايم اوت واقول احنا برضو تحركنا من مسئوليتنا وعملين حاجة اسمها اوسكار رياضة الافريقي سيتم فيه ان شاء الله باذن الله في ديسمبر هذا العام سيتم فيه تكريم اللاعبين القدامة اللي قدموا لافريقيا على المستوى الاليمبي والمستوى العالمي على جميع المستوىات وعلى جميع الالعاب من التكلم على الالعاب الاليمبي بالذات الجزء التاني البطولات الكبرى اللي تم تحقيقها من خلال الابطال الحاليين ولكن مش احنا اللي حنقول عليه الرياضي يعني يعني عايزين نقول الرياضي اكبر رياضي صاحب القب في افريقيا ده هيتم الاستفتاء عليه من الجمهور والنقاد والمتخصصين فاقصد اقول ودخلين طبعا على مين من الشركات اللي بيدعم الرياضة في افريقيا اكتر مين من القارات الاخرى او من رجال الاعمال الاخرين اللي بيدعموا الرياضة في افريقيا يعني عاملين منظومة اسمها منظومة التكريم بحث الموارد برضو لا يعني بحث الموارد ده هيتم فيما بعد انما دلوقتي احنا الهدف بتاعنا يعني حضرتك بستطلق ناحية تجارية معاك بحييك انما في نفس الوقت لا يعني اصد انت النهاردة عايز تكرم وعايز تفتح مجالات فبالتالي بتشوف استثمار فيها اكيد حتى التكريم بكل معنى بعيدا عن الورقة اللي بتبقى للذكرى افريقيا لا 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 فيه جواز مالية فيه جواز مالية للناس اه طبعا مش قد ان انا ابتوع الكورة وكلام من ده انما في نفس الوقت اللي فيه كورة معانا يعني اتحاد الافريقي لكورة القدم معانا اتحاد اللي جان للمبقية الافريقية معانا واحنا كالتحاد الاتحادات الافريقية ان شاء الله هنبقى في منظومة واحدة مع بعض في هذه الجايزة وطبعا ما ينفعش يكون نسختها غير في مصر اول نسخة لان مصر بدأت واضح في دورة العاب الافريقية اللي فاتت للشباب ما شاء الله 199 مداليا وحظ ما شاء الله الاهلي فيها حدث ولا حرك طبعا فيعني عايز اقولك ان بما ان ده بيحصل لازم تبقى الطبعة الاولى موجودة في مصر باذن الله وبنطمع ان سيادة الرئيس ان شاء الله يبقى يعني تحت رئاسته ويا رب ان شاء الله نتشرف بوجود فخامة الرئيس معانا في هذا التكريم لانه حدث رياضي افريقي كبير ان شاء الله يمكن حضرت مؤتمر الشباب الاخير وكان فيه تكلفات مهمة للدكتور اشرف صبح من سيادة الرئيس طبعا وواضح اهتمامه كبير جدا في الملف الرياضي يعني فيه اهتمام من الدولة واضح بتعلمات واضحة وصريحة في مؤتمر الشباب تمام اه انا الحقيقة اعايز اقولك اي ممكن مشاهدتي مجروحة شوية مع الدكتور اشرف لانا الحقيقة بحبه بحبه مش على الصعيد الانساني بس منما على الصعيد العملي لان انا احتكد به وهو ماسك استاد قاهرة الدولة ومع اكتر من حد من استادة الوزراء وكان احنا عندنا موقف كده بتاع الترياتلون في ان احنا المقر بتاعنا مقر الاتحاد الدولي ومقر الافريقي والمقر العربي شفت قد ان الراجل ده حريص وطنيا مش بقى مهنيا وحاول يدور على كل الوسائل اللي بيها لما يجي اعرض على مجلس ادارة هيئة الاستاد انه لازم يقول اه يكون في قبول لازم يقول اه يعني بيدور على دي وفضل يدور عليها ونعب مع بعض في جلسات ويجيب الناس ويجيب وتعشرون قانونية ويجيب مش عالفين مش عشان علاقة بينه وبينه لأت عشان مصر وبالتالي قدرنا ان احنا الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي والاتحاد البحر المتوسط والعربي ان يكله مقر فيه الاستاد من الحكومة المصرية يعني هو ده اللي انا بتكلم ده جزء الجزء التاني انك بتكلم حضرتك على المصادر التمولية اللي هي الجديدة اللي ابتدى يعمل يعني من يومين تلاتة عقد عقدة وزار الشباب ورياضة عقد رعاية لعدد من اللاعبين هو ده التفكير اللي خارج الصندوق اللي ببتدي نفكر فيه واللي الحكومة عايزاه وعايزة خص خص فيه الرياضة تدينا نتكلم على ازاي الاتحادات الرياضية تنتقل الى انها ما تعتمدش اعتماد كل على الحكومة لكن في نفس الوقت اللي فيه ازاي ده يتم يعني ما ينفعش ان انت تقول لي منك للسبونسز ولا منك للرعاية ولا منك مش عارف للشركات الاعلانات وانت ما تعرفش الدرها فانت لازم تعلم الناس اللي موجودة لازم يكون عندها القدرة اما اتدخل شركات زي ما القانون ابتدى يسمح بيها فاصد اقول انا متفائل من خلال التكلفات اللي تمت من سيادة الرئيس وشايف ان الدكتور اشرف صبحي ما شاء الله عمل خلية من مش بس الخبراء انما الخبراء والشباب وبيحاول حقيقة يستفيد من كل الناس اللي موجودة وربنا يا رب يكون فعونه لان الموضوع برضو مش سهل طبعا الموضوع سهل ومش سهل وبعدين التركة سقيلة طبعا جدا لكن احنا متفقين اللي هو عنده قليات وعنده رؤية معينة بذكر دورة العربة الافتقية بالجزائر والارقام اللي حقق لعبه لنادي الاهل يبكن يصف عمره لعب السباحة الفائز مركز الثالث دورة الالعاب وساندي ايمن لعب السباحة الفائزة بتلت مدريات وميار محمد جابر ايضا الفائزة بمركز الثالث دورة العربة الافتقية بالجزائر يعني ارقام كتير ومدريات كتير سواء كنا بنتكلم في جنباز سواء كنا بنتكلم في سباحة سواء كنا بنتكلم في كارتي يعني اسماء كبيرة طائرة في الألعاب الجماعية أكيد فيه طبعا ففيه يعني المدى الأهلي يبقى يدرن شريان كبير جدا للألعاب في مصر ولا المنتخبات وعلى منصات التدويج الأفريقية الأهلي أحد البيوت الرياضية مش هقول أندية بيت الرياضة اللي بيشمل عديد من اللعبات آش طهر بالأكثر في كرة القدم ولكن هناك ألعاب أخرى ومؤثر فيها مش بقول كده عشاننا في قناة الأهلي ده كلام دي حقائق وفي نفس الوقت اللي فيه طبعا باقي الأندية اللي موجودة فيها نسب إنما أنت بتدور على النسب الأعلى فين بتدورها فيه الأندية كبيرة ده واحد اتنين من الحاجات اللي دايما بنعتمد عليها في الاتحادات الرياضية أن يكون هناك مؤسسات وأندية مؤسسات عندنا شرطة وجيش والأندية عندنا الأهلي والزمالك والإسماعيلي والسفورتينج والسموحة أعداد كبيرة من الأندية اللي بتفرخ أعداد من الناس وبتعمل بقى أكاديميات وبتخدم أعضاءها وبتخدم مصر من خلال خدمة أعضاءها فأعتقد أن النادي الأهلي مدرسة في قصة بيت الرياضة اللي أنا بسميه بيت الرياضة بشكل عام وتنسيقه ودخول نسب عالية الحقيقة من أولاد الأهلي في المنتخبات القومية ممكن الأستاذ سيف حامد رئيس الاتحادة في قلوكي وإحنا بنتكلم حط كده إيده على جزء مهم جدا من وجهة نظري وهو إمكانية إنشاء الملاعب والوصلات في المحافظات وفي الأماكن إنه متعلقة إسهل تم بإنشاء ملاعب كرة قدم فأعتقد نهاردة لو بقت فيه جزء من أكاديميات أكاديميات مصرعة أكاديميات في رفع الأسقال لأن معظم الأندية ما بيبقاش عندها الفائد لا في الوقت ولا في المساحة المالية إنها تصرف على علعاب كتير فلو كانت فيه بعض الأكاديميات تتبنيها الدولة في هذا الشأن هيكل لنا شأن خاصة الألعاب الفردية دي بتعمل لنا أرقام ومديليات كبيرة جدا والله يا أستاذ إياه بالكلام ده كلام صح جدا والقانون الجديد الحقيقة يعني شكرا لكل الوضع والقانون الجديد وكان ليهم بصمة فيه وفي نفس الوقت اللي فيه بغض النظر أنه فيه ناس متفقة وناس مختلفة فيه إلا أن أحد المزايا اللي موجودة فيه إنك من الممكن النهاردة إنك تعمل شركات وممكن تدي تصريح للأكاديميات كان واضح جدا القانون في أنه بيقول إدارة اللعبة لها اتحاد واحد هو اللي بيدرها داخليان وخارجيان وهو المسؤول عنها من خلاله بيحمله المسؤولية في أنه هو اللي بينشر من خلال الأندية والهيئات اللي بينشر من خلال المجتمع المدني اللي بينشر من خلال تعاونه مع بعض الشركات اللي بينشر من خلال الأكاديميات اللي بيديها بتصريح معينة أو بشكل معين بما لا يدير ولا يدار نعم إحنا بنقول للشركات تعالوا وكسبوا بس ده حق مصر فلازم تده حق مصري لها عشان نقدر بالتالي شوية شوية نقدر نقول ان احنا نستطيع ان احنا نعتمد على نفسنا بشكل او باخر ونك افكار غير تقليدية درست مع دكتور أشرف صبحي الحقيقة على اساس انها تكون دعم لرياضات شهيدة اللي هي ما هياش بشهرة لكرة القدم ولا يأتي في المرتبة اللي بعدها ونش حاجة بيصدف عليها يا معظم الدين كباش عندها الالعاب دي حتى المؤسسات الكبيرة مؤسسات الدولة للشرطة والجيش تبنت برضه بعد الالعاب زي مجيش والقطاع الخاص اللي يمين دول على فكرة ابتدى يعمل قصة دي يا أستاذ إهد عشان كده أنا بقول سيادة الوزير عمل عقد مع أحد الشركات وقدر بيها يعني ان هو يأمن عشر لعبين في الطريق إلى الأولمبياد ان هو حيتم رعايتهم بوسطة الشركة وفي نفس الوقت اللي فيه حيتم عمل حاجات أخرى مع هذه الشركة للحقيقة الفكرها والفكر الراجلة اللي عرقصاها الحقيقة فحاجة جميلة جدا جدا أن احنا نخرج كارج السندوق حاجة جميلة مستدر جالي الأعمال أنه طبعا الناس يستفيد مش معقول تبقى آه أنا بفيد البلد لكن لك استفادة في إفادتك للبلد سواء كان على مستوى السمعة سواء كان على مستوى المنتج اللي انت بتنتجه أو إلى آخره بس يلاقي فيه رد فعل بتقدير ودي حقوق ولازم تقدير بالزبط كده آه أكيد عايز أتكلم مع حركة ملف مهم إمتى نشوف العلم داخل التجهيزة مولكي الأفكار برا السندوق إمتى نشوف العلم داخل الرياضة المصرية إمتى نستعين بالتحليلات أو بالتقييمات مثلا نستخدم تحليل الـ DNA عشان نشوف لعبتنا نقدر نتحل المعالج إزاي بشكل علمي هاخد إجابة حركة لكن بعد الفاصل نرجع نتواصل أهلا بكم جديد كل متابعينا ومشاهدين على شاشة القناة الناد الأهلي والأهلي الليلة ولسا مكملين مع الوقت أحمد ناصر رئيس لجانواتحادات الأكسة طبعا مشرفنا من نورنا وبنجدد اللقاء معك وقبل الفاصل كنا بنتكلم على استخدام ده التقنية العلمية والتحليل الطبية ونحن دائما بنفكر بلا الصندوق لكن هناخد تليفون مهم ونكمل الحديث في الأمر ده على الهاتف المهندس علاء جبرى استحاد القوس والساهم طبعا لاتحاد الأفريقي والاتحاد العربي والاتحاد المصري ووكيل اللجنة الأولمبي بساء الخير يا سيدة اللقاء يا باش مهندس الصوت قطع وهنرجع نكمل تاني قصب بقى التحليل واستخدام الأدوات العلمية اللي انتبعنا نقولك احنا بعيد شوية بس احنا قربنا في حاجات هل احنا بنتواكب في الأمور دي مع الأمور الدولية ولا لسه بعد شوية لا لا هي بدأت طبعا واحنا بقى عندنا تحليل الدي ام اي وبنشتغل عليه واللجنة الأولمبية بلجنتها الفنية ابتدت تنسخ مع كامل الاتحادات كلها في هذا الصدد لان اللجنة الأولمبية هي المسؤول الفني بصفتها عن الاتحادات الوطنية كلها فبتحلل ده من خلال جزئيتها مع الاتحادات وبتقعد فيه اللجنة التخطيط بتاعتها واللجنة الفنية بيعودوا مع الاتحادات علشان يقدروا انهم يدرسوا هذا الموضوع وازاي يقدروا يعملوا مع اللعيبة المفروض المفروض او اللي عندنا فيهم امل انهم ان شاء الله يعملوا حاجة فاعتقد دي خطوة كويسة وان شاء الله ربنا يساعد اللي بيتفرج عليك بتستفيدوا ايه من التحاليل دي التحاليل دي بتوضح لكوا ايه ايه فايدتها بص يا فنم انت زي ما تكون بتكلم على اللعيب اولا انت بتنقي اللعيب اللي هو الموهوب بتعمل فيه ايه اول حاجة بتاخدها بتكشف عليه طبييا تشوفه صالح ولا مش صالح اذا كان طبيا اللي قدر الله ما يبقاش عنده اي حاجة وان اجهزته سليمة عضلاته سليمة جهازه التنفسي سليم جهازه العصبي سليم وهكذا دي الناحية الطبية تكشف عليه الناحية الطبية الرياضية قدراته بقى قدرة القلب قدرة الرئة قدرات الداخلية قدرة الاعصاب حجم العضلات وهكذا ده جزء العلمي التاني جزء التالت هو فين وانت عايز توديه فين ده بقى الكوتش يقول لك والله انا عندي لعيب عندي لعيب رقمي عندي لعيب جماعي عندي لعيب فردي عايز اوصله لمهارات بشكل معين في مسافة قد كذا عشان نلعبه اول بطولة في الوقت الفلاني فيبتدي يقول محتاج ايه بقى مودات شكلست بقى تلفون رجالات تاني المهندس علاء جاب رئيس الاتحاد الافريقي والعربة والمصري القصو السام السلام عليكم فن ألو السلام عليكم فن بتحياتي قاب الخطيب بتحيات اللواء احمد ناصر انا بحركة فن يا اهلا وسهلا اطبق كنا الحديث معافش حركة بتبعينا ولا لكن لا انا آسف والله يقولي وانا اكمل بحكم لا لا يعني لا كنا بلو بنتكلم في البداية عن القيمة الكبيرة لرؤساء الاتحادات والوجوه المصرية في الرياضيات الافريقية ووجودنا في بعض المناصب الكبيرة وده اللي بيرجع على مصر بالنفع العام خاصة ان الفترة الجاية بتشهد مادة ايد كبيرة جدا لعادة التعاون بين مصر مثلا والدول الافريقية تمام فدور كبير جدا للتحاد القصو السام وحرك موجود فيه ققوة نعمة الرياضة الافريقية اي شرفني واشرفني ان سيادة اللواء احمد ناصر زميل الملاعب والرياضي المصري المحترم اه مش عشان احنا اصدقاء انا لازم اقول فعلا الدور اللي عمله لواء احمد ناصر الفترة استابقة من بداية رياسته للأكسا اتحادات الرياضية الافريقية عمل مجبوط جدا والشكل تغير تماما وباقت الاكسا شريك متكافئ وهو الشريك الاقوى تقنيا تكنيكل للاتحادات الافريقية والحلقات اللي عملناها في الفترة اللي باتت واللي هو عملها قدت لنجاحات كديرة جدا وفعلا رجعنا زي زمان رؤساء الاتحادات الافريقية المصريين وعلى رأسهم سيادة اللي هو احمد ناصر ازمين بدور كبير جدا في نجاح الانعاب وكان دينا دور كبير جدا طبعا بالاشتراك مع المجهود الكبير اللي عملته الشقيقة الجذاب في انجاح الدورة الافريقية للشباب السابقة في الجذاب بركة فيكو يا دكتور بركة فيكو الحقيقة والله يشرفتونا ورفعين رأسنا ما شاء الله في كل حتة ولولاكم مع الطاقة الجزائرية الخلابة لاخواننا وزملائنا في الجزائر لما تمت هذه الدورة بنجاح ما شاء الله طبعا الحمد لله وده بعلاقات الود واللي اتحركت مؤخرا مع كل الدول الافريقية الدنيا اتحركت تماما وده بالناس رجعت فهمة دور مصر القياد وكل الناس كتبتساعد معانا الحمد لله قدت على لنتاج كويسة جدا جدا طبعا نتاج مميزة ونتاج ممتازة وده كله في الاخر بيعود على نفع في الرياضة العامة خاصة ان احنا برضو في طفرة داخلية في الاهتمام بالالعاب الاخرى وده حاجة مميزة دي حاجة وحاجة مهمة جدا وكنا مستميينها من دمان طبعا لا ننكر اهمية قرط القدم لمصر ولكل الدول انما كان لاغم برضو يتنظر نظرة شوية للالعاب الشهيدة انا مش هقول شهيدة انا احبش الشهيدة دي انما احنا لازم نشوف اولادنا شبابنا الصغيرين اللي احنا اشتغلنا عليهم الحمد لله عمدين نتائج كويسة جدا في الشباب وفي الكبار في العاب ما كناش نتخيل ان احنا نقدر نعمل انجازات فيها احنا كان كل دماغنا ان العاب رفع العسكار والملاكمة والالعاب العالمية الوحيدة للتحق هذا كلام مش مزبوط المواهب بتبقى موجود بأي رياضة لو العين الخديرة شابتها وخذت الرعاية المزبوطة لها صحيح منس علاء جابر بشكر حضرتك ودايما الفترة جاء ان شاء الله يعني الرياضة المصرية في تقدم وعجبني انت بتقول لنبش عايزين نقول العاب شهيرة تاني ونبص المستقبل بمنظور جديد اولاد انا برضو لازم اسمن الدور المحترم لاستاذ الوزير اشرف صدقي واللجنة احنا كلنا سنركب واحدة وتناغم الحمد لله الحمد لله موجود ربنا يسارها لنا طبعا في بعض سواء في الوزير انما هذه جروب بلد انما هنحاول كلنا نتغلب عليها ان شاء الله ونالكم على طول يا رب شكرا بشمهندس لحضرتك وشكرا على كلامك ومدخلتك كلام مهم وكلام محترم لكن يعني من المداخلات وكلام محرك فيه اهتمام كبير اوي وفيه كلام كويس على دكتور اشرف صبحي يعني رغم ان هو موجود ما بقلوش فترة كبيرة شايف كلام كتير من التعاون الايجابي في مجمع الرياضات الدكتور اشرف صبحي جاي بمفهوم تاني بخطة تانية استكمالا لما تم فيما قبل واستعواضا عن حاجات لم تتم فيما قبل يعني اخر فبيتممها ويزودها الدكتور اشرف صبحي اذا كان حاجات لم تتم اثناء المهندس خالد عبدالعزيز النهاردة بيحاول ان هو يتممها بشكل اخر عشان يكمل الصورة كلها مع بعض زي ما اسمعت حياتك الدكتور علاء وزي ما اسمعت حياتك الاستاذ السيف بيقولوا حاجتين مهمين جدا الا وهو التناسق والتناغم هتقول لي ما كانش موجود كان موجود ما بين اللجنة الاولمبية وما بين الاتحادات الرياضية ولكن كانت هناك حلقة اخرى مفقودة وهي الاتحادات الافريقية والاتحادات العربية اللي كانت انا اسف اقول بمنطقة الصراحة وانا معروف بصراحتي انها كانت مهملة تماما النهاردة كان ملفين مهملين وهو من اهم الملفات اللي البلب بتدور عليها ملفات غاية في الاهمية اللي البلب بتدور عليها اللي سيادة رئيس نفسه بيدور عليها في رؤية اذا الرؤية دي تم ازاي من غير الرياضة انما نقول النهاردة الرياضة لازم تكون متنغمة ومتنسقة وياجب ان يكون حل المشاكل الداخلية بينها واخر اما يقعد النهاردة وزير مع الاتحادات الرياضية المصرية كلها لمدة من الساعة تلاتة لحد ساعة 11 بالليل عشان يسمع للناس طبعا وبعدين بياخد اجراء فوري مش لمجرد انه قعد بقى وبيكتب وبتاع وحاجات لا بياخد اجراء فوري على الحاجات حدي حياتك مثال على طول حدي حياتك مثال للأكسر اول ما جيه السيد الوزير رحت قابلته وهنيته وقلت له ساعة الوزير احنا جيين لك وعمدنا 1 2 3 4 5 6 7 8 تاني يوم سيادة الوزير بعت لنا لجنة من الوزارة شكلها مخصوص وبقت هي المسؤولة عن الرياضة بمساعدة شابة الدكتورة شيماء علي ومعها مجموعة من الشباب المحترم الجميل جدا 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 اللي مسكين هذا الملف وقعدوا معنا وقعدوا معنا ست ساعات قاعدين بيدرسوا معنا احنا ايه وعايزين ايه وامتى وفين وازاي تستفيد الوزارة ازاي يستفيد مصر ازاي يبقى الرؤية ازاي في فكر جديد بشكل جديد نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى التوفيق فيه لان كلنا لازم نكون وراء هذا الفكر انا في فكر جديد وفي دعم للفكر الجديد وفي شكل حلو شايفينه لوقتي بيعد مع حضرك سريع احنا حيب تقول اي حاجة بل مشكور والله انا بشكر قناة الاهلي على انها قدرت ان هي تديني هذه الفرصة بشكر حياتك على حديثك الجميل لان حديثك شيق وممتع شكرا وفي كميزة مش في كل في معظم الناس اللي موجودة انك ما بتقطعش الضيف ودي بهنيك عليها لان دي المدرسة القديمة اللي في ناس كتير ما بتحباه لا العفو لا العفو قناة تانية وصارت حضرك رياضية طبعا تعلمنا يعني من حضرك حاجات سواء لا العفو ربنا خليك فانا الحقيقة بهنيك على ده وبقول ان المزيع مش هو اللي قاطع ولا هو اللي يعاكس اللي بيقوله الضيف انما لو عنده معلومة يقدر يقولها بشكل يسمعها المشاهد ويعيها المشاهد دون الخروج عن النص دون التدخل دون المحاولة انه يطري بكلمات ملهاش لازمة وهو وهو الى اخره اعتقد هو دي الصح فانا بحقيك وبشكر قناة النادي الاهلي مرة تانية على تعرفها بالاتحادية الكونفترات الرضاية الافريقية وكلنا الله خدمة مصر من اجل مصر ستلقى احمد نصر بشكرك على قبولك الدعوة وحضورك لنا رئيس الاكسا وطبعا مناصب كبيرة جدا حضرتك تباقتها لكن مكان كبير بيخدم على مصر كلها في كل الاركان بشكر حضرك على قبولك معايا وسعيدنا فتحنا ملفزانا ان شاء الله الدعوة يعني هتتكرر كتير لحضرتك سعيدنا شكرا